اشتركوا في القناة اكد ان وثيقة اعلان مملكة البحرين التي خطها جلالة الملك المعظم نصا وفكرا تنطلق من اسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم كما اكد ان انطلاق وثيقة الاعلان في اوروبا يشكل مرحلة هامة لتعريف المجتمع الدولي باهمية ما تتضمنه الوثيقة بما يعكس نموذج البحريني في التعايش السلمي وقال ان اعلان مملكة البحرين حظي باشادة من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية للمملكة في نوفمبر من العام الماضي واكد خلالها ان الاعلان يعتبر وثيقة مهمة لاحترام حقوق الانسان والحوار واضاف الدكتور شيخ خالد بن خليفة ان تاريخ مملكة البحرين الراسخ عبر التاريخ يعكس صورة نموذجية لتجربة تاريخية فريدة من نوعها تصب في اطار التعايش السلمي والانسانية بين مختلف الفئات في المجتمع ودعا الى ضرورة الحفاظ على اصالة معتقدات الناس بعيدا عن الاندماجات والمواثرات وعوامل التشويه والتدنيس مؤكدا ان السمرار الانسانية وتعايشها بسلام مرتبطان بحرية ممارسة العقيدة ورفض الاكراه